اول شيء لمشاهديني ممكن اللي ما بيعرفوك بالكامل اذا ممكن تعطينا فكرة انت كهشام من خلفية اسلامية كيف عبرت للمسيح انا اتولدت ببيت مسلم حفظت الكرآن كان عمر صغير كان كل فكري والتربية اللي ربيت عليها ان انا اعلي من اسم الاسلام او ان انا اوصد رسالة الاسلام لكتير من اللي ما يعرفوش الاسلام عملت كل المطلوب مني حسب التعليم الاسلامية حتى الحج حجيته ووصلت الوقت معين من حياتي كان عمري تلاتين تقريبا تسعة وعشرين سنة في الوقت ده جتني رسالة من شخص ان يعزمني على الكنيسة ولبيت الدعوة بعد فترة ولما روحت معا مشوارة على الكنيسة حصل ان الرب لمس قلبي من خلال الاشخاص اللي سلموا عليها حسيت بدفء بالسلام انا بحاول اختصر الاختبار حسيت من خلال السلام الكم شخص اللي سلموا عليها في دفء في لمسة غريبة اللمسة دي تخلتني وانا راجع على البيت افكر بحاجة انا اللي كنت بصلي وبعمل كل التقوص الاسلامية المطلوبة مني ليه انا ما عنديش الشعور بالسلام كنت بصلي وبطلع من الجامع بعمل الفحشاء والمنكر رغم ان انا في الكرآن بيعلمني ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر في الليلة ديت وكتأول زيارة ليا الكنيسة حسيت براحة وغابتول الليلة افكر بموضوع السلام ليه انا ما عنديش سلام ذكرت حدثة كنت عمر 16 سنة كان عندي جار بعد ما صلى الفجر معايا طلع اتى العمه على باب الجامع فلما هو اتى العمه وانا شفت ان ناس مسيحيين بيصلوا بنظر ان هم كفار ومشركين وبيعبدوا ثلاثة الهة عندهم سلام واحنا بنصلي وبنعمل الفحشاء والمنكر ايه السبب ان احنا مش عارفين يكون عندنا حب مش لاعداءنا او حب للناس اللي برا حب حتى لبعض في الليلة دية كان عندي مقارنة بين الاشخاص اللي هم بيحبوا وبين الشخص اللي صلى وقتل وده كان دافع ان انا ارجع ادور في كتابي اللي هو في الكرآن ومن هنا بدأت انطلق واخدت معايا الفترة تقريبا تسع شهور وانا ببحث وبدور على الحق وكانت الصدمة بالنسبة لي ان بعد تسع شهور تركت الاسلام وتجردت من كل التعليم الاسلامية وبقيت فاضي بس كنت بس مع صوت جوايا في قلبي يقول لي اقرأ الانجيل يعني تركت الاسلام لكن ما انتقلت او عبرت للمسيح لا طبعا لان انا ما كانش انا كان بنظر ان الانجيل محرف وكل الامور اللي انا تعلمتها وانا صغير كانت فراسي ومؤمن ومسدى وفجأة لقيت ان الاسلام انهار قدام مني وبطل ان الكتاب بتاعي مش ان هو بس محرف لا ده مؤلف مش محرف ده تأليف فبقيت بداو ما فيش عندي بديل تركت تركت وفي الوقت اللي انا تركت فيه كنت اسمع صوت يقول لي اقرأ الانجيل صوت بقلبي وكل ما جاء نام اسمع صوت يقول لي اقرأ الانجيل وده دفعني ان انا ادور على الانجيل فسألت واحد من جيراني ان يجب لي انجيل وجاب لي كتاب المؤدس وقال لي اقرأ انجيل يوحنى والمفارقة استيس نزار ان انا كتأول مرة في حياتي امسك كتاب مؤدس واول مرة امسك انجيل وكنت بقرأ وبيفهم بقرأ وبيفهم ووصلت من انجيل يوحنى للآية اللي بتقول واما كل الذين قبلوه اعطاهم سلطان ان يسيروا اولاد الله حسيت براحة في قلبي حسيت بسلام وكان دافع ان انا في الليلة دي اكمل اقرأ اريت اول مرة امسك الانجيل اريت تقريبا واحد وعشرين صحاح انجيل يوحنى كله حبيت شخصية المسيح وبداية اللي كنت انا بالفترة اللي كنت انا بدور فيها في الاسلام التسع شهور كنت وصل لمرحلة من التعب ان انا كل ما بنصدم كل شوية تعب نفسي عملا نصدم بحاجات كتير اكتشفتها غلط قدام مني في الاسلام فلما بدأت احس بالراحة اتشجعت اكتر كان واحد بياخد دواء كل ما ارى ارتاح كل ما ارى ارتاح وكانت الصدمة بالنسبة لي هي الموعظة على الجبل لما قرأت الموعظة على الجبل وتعاليم المسيح حبيبتني بشخصيته حبيبتني بشخصيت المسيح بس مش عارف ان انا اتبعه اتبعه ازاي وبأي طريقة هنا بدأت ادور ازاي ابقى مسيحي فكاد حصلت بقى مفارقة بين ان انا ابقى مسيحي وان انا هتخسر اهلك وتخسر احبائك فقررت الانتحار لان انا كنت بعرف التمن اللي انا هدفعه لما اعرف المسيح هيبقى تمن صعب فما كانش عندي استعداد ان انا اواجه التمن ده او اواجه المجتمع فكان بالنسبة لي انا اريح ان انا اتخلص من حياتي ولكن في الليلة اللي انا قررت فيها انتحر انا قعدت وصليت وقلت للمسيح انت مين اذا انت الله اذا انت الطريق اذا انت الحق اذا انت الحياة ريحني شيل الخوف من قلبي والديني قوة ان انا امشي معك لان انا بالوقت اللي عرفت فيه اللي كنت بعرف الحق كنت بحسي بخوف كنت بحسي مش قادر ااخد خطوات ان انا امشي مع المسيح ولكن لما قلت له الديني قوة كان دي كانت اول ليلة انام فيها من تقريبا من سنة ونص وصحيت أنا من نوم شايف قدام مني المسيح على الصليب وأنا بطعم فيه وفي اليوم ده أنا سلمت حياتي للمسيح وقررت أن أنا أتبعه وأتبع تعليمه وأتبع وصياته وتغيرت حياتك تعرف أساس نظار يعني أنا بقصد نقطة التحول أنك قرأت لكن كيف وصلت للقرار أنا طبعا لما بدأت أقارف الإنجيل الروح قدس كان بيعلمني وأنا كنت عرف كنت عرف يعني هي الروح قدس بس بدأت أفهم الصعوبات اللي كانت عندي من ناحية السلوس من ناحية الصليب من ناحية الإمام بالإبن بدأت أفهمها الوحدي من خلال رأيتي للكلمة ربي داني النعمة بالوقت ده إن أنا أفهم كل الأمور الصعبة بالنسبة للشخص المسلم اليوم اللي أنا قررت أدي حياتي للمسيح بالكامل أنا طبعا كنت عايش في الخطيئة عايش في بعمل أمور كتير كنت بدخن كتير بطعاطى باخد أنواع كتير من المخدرات بنفس اللحظة اللي قلت المسيح ادخل فيها على قلبي أنا كرهت كل الأمور ديات واتغيرت حياتي 180 درجة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر